زكاة الفطر هذه الزكاة هي ليست زكاة الأموال هي زكاة الأبدان زكاة الأموال تكون للأغنية لابد أن يبلغ النصب أما زكاة الفطر هي للأبدان تخرج على الكبير والصغير الذكر والأنت حتى الطفل إلى كان جنين واستهل بالصياح ليلة العيد توي يخرج وحتى العبد لكان نظام العبودية أيام زمان فيتخرج على الجميع والحكمة من ذلك كما قال سيدنا عبد بن عباس فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفة وطعمة للمساكين فغايتها إثنان أول حاجة المصلحة للصائم فالصائم الصيام يبقى معلق بين السماء والأرض حتى يخرج زكاة فطره لأن الصائم في رمضان قد يصدر عنه بعض الأمور المحرمة كلغوين أو رفة أو نميمة أو غيبة أو ربما نظراته لم تكن يتوقع الحرام فهذا زكاة الفطر بالنسبة للصائم طهرة بحل سجد السهو بالنسبة للمصلي وقالي سهو في الصالة كذلك سجد السهو القبلي أو البعدي كذلك الصائم هو المستفيد رقم واحد أما بالنسبة للمسكين طهرة للصائم وطعمة للمساكين أننا نوسع على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى الآرامين وعلى الأيتام نوسع عليهم في هذه الليلة حتى لا يضطروا للتسول هذه الزكاة الناس تسألوا ما قيمتها القيمة دي لك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صاعا من غالب يقوط أهل البلد الناس يكلوا مثلا في المغرب عندنا الناس يكلوا القمح والشعير كانت خلزوها قمح والشعير أو دقيق في المشرق الناس يكلوا الأرز وفي آسيا محل بانغلاديش باكستان مسلمي الهنود يكلوا الأرز يخرجوا من الأرز دول الخليج يكلوا التمر والرطب يخرجوها من التمر فهو غالب قوط البلد نحن في المغرب نخرجوها قمحا أو دقيقا أو شائرا لكن العلماء قالوا بأن في عهد النبي الكريم كانت المقايدة قليلة لهذا يجب أن يخرجوها نقدا لنلقوح الفئة من الفقاك يقول لك لا لابد أن نتمسك بظاهر الكتاب والسنة ولكن الفقاة آخرك يقول لك لا نتمسك بمقصد الكتاب والسنة والتعليل لماذا شرعها الله تعالى من باب التكافل والتضامن والتوسع على الفقراء وهذا المقصد يتحقق نقدا فالنقض هو أولى من أن نعطيها قمحا أو شائرا إذا ما نخرجوها دقيقا هو قدرها العلماء في المجلس العلمي الأعلى في المغرب قدرها جوش كيلو ونص دي الدقيق لكل نفر يعني المرأة واحد الزوج الأولاد الدكور والإنات احتى الخادم لك أنه عندك احتى والدك لك أنه معاك كل واحد جوش كيلو ونص دي الدقيق أو ترطى نقدا نقدا قدر العلماء بخمسة عشر درهما منهم من قال نبقى في هذه الحدود لكن المقاصدين يقول لك لا بدءا من خمسة من زادها عن خمسة عشر درهم بيعطي خمسين درهم مية درهم له ذلك فهو خير كبير يعم على الجميع ويمكن هذه الصدقة نعطيها للفقراء والمساكين واحتى الفقير احتويه خرج الزكاة عن نفسه لأن الغني يزكي بها نفسه والفقير يعوضه الله عليها عشر راس من الأضعاف المضاعفة وتخرجوا في الوقت ديالها الشرعي هو في شروق شمسي شمسي العيد قبل سنة العيد قبل سنة العيد ستخرج والوقت الشرعي ديالها هو غروبه آخر يوم في رمضان منك تغرب الشمس آخر يوم في رمضان انتهى رمضان مورا المغرب مورا المغرب انتهى رمضان بدأ أشوال لكن الفقهة من ببتسير قال لك ممكن أن نخرجها يوما قبل ذلك أو يومين أو ثلاث أيام ودفة الشرعية ذكرها علماء المغرب في المجلس العلمي الأعلى يعني ممكن ثلاث أيام قبل لأن الفقير محتاج يقتني بعض المواد الغدائية يقتني البيسة لأولاده يقتني حلويات فيلخلنا نهار ديال غد كل محلة تجارية مغلقة وغير بقى فلس في الدي دون استفادة شباب لكي يشوف خارج أرض الوطن في أوروبا فرنسا في أوكرانيا في كده فكي سألت السؤال باستمرار هو بالخيار إلا كان ذلك الشاب عنده القدرة والبلد اللي فيه كم الفقراء مسلمين نعطيها نعطيها في البلد اللي هو عيش فيه الأفضل إذا تعذر عليه تنوب عنه أمه أو أبو وليه أمره ينوب عنه وليه أمره ويخرج عنه داخل أرض البلد نقل العلماء بأن أرض الإسلام صارت كلها عبارة عن أرض واحدة هذا المفاهيم كانت أيام زمن كانت بلاد الإسلام بلاد الكفر وكان المسلمين قلال أما الآن الحمد لله فيقولك الأرض كلها أرض أرض لا إله إلا الله أينما أخرجتها ففعل فائدة المهم أن تخرج هذه المركة قبل صارت العيد وتعطى للفقراء يستفيدون منها دوء المقصد الأعلى يستفيدون الفقراء سواء أخرجها الطالب أو تنميد بنفسه سواء أوكل ولي أمره أمه أو أبا في بلده كله جائز بإدماء أمر الله ترجمة نانسي قنقر